بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم عن الاسكالب الاسكالب هي معناها فروة الرأس طيب يبقى what are the layers of the scalp what are the arteries and nerves supply of the scalp الاول هنشوف boundaries of the scalp اللي هي حدود الاسكالب طبعا زي ما شايفين في الصورة الباوندرس هتبقى anterior boundaries هيبقى السوبرأوربطال margins of the frontal bone اهي السوبرأوربطال margins of the frontal bone وبعد كده اللاترالي هتبقى عند حاجة اسمها temporal fascia اللي هي attached to the skull to the zygomatic arch في التمبرال bone zygomatic arch and temporal bone ها posterior اللي هيبقى superior nukeline اللي هي في الأكسبتال الباوندرس الباوندرس طيب لما نيجي نشوف نعمل مقطع في السكالب عشان نشوف الليرز من فوق لتحت يعني من السوبارفيشيال للديب المقطع اهو احنا اخدنا مقطع كده في السكال كلها بقى من اول السكالب لقينا السكالب اللي هو الطبقة الخارجية دي كلها بالخمسة الليرز بتوعها بعدها في البون بعدها المننجيس بعدها البرين يبقى دي سكالبون بعد كده المننجيس وبعد كده البرين طيب لما نتكلم عن من الليرز هنلاقين هما خمسة بالترتيب كده الاسكن اهي كونكتف تشو أبون يوروزس لوس كونكتف تشو بري كرينيام طيب هارفنا سميناها سكالب ليه خدنا اول حرف من كل لير اول حرف من كل لير سميناها سكالب يبقى الاسكن كونكتف تشو ابون يوروزس كونكتف تشو بري كرينيام بطلعت سكالب عشان نقدر نحفظها طيب الاسكن اللي هو عبارة عن اول لير وهي الاسكن ده وصفه ايه زي اي اسكن في اي حتة او ايب ديرمز و ديرمز بس فيه هنا طبعا هير فوليكلز اللي هو مكان الشعر فيه سبيشيز جلانز وفيه كل حاجة في الديرمز واتاتشد لير اللي هي الكنكتف تشو ودي عبارة عن يبقى ده الاسكن هون اللي احنا مشاولين عليه اللي هو اول طبقه دي اول طبقه في الاسكن اللي ازا ودي بتبقى فيها فات وهي تبقى تحتها على طول ومتميز في ايه بقى ان بيمشي فيها البلاد سبلاي والنيرف سبلاي والنيرف سبلاي والنيرف سبلاي والنيرف سبلاي وطبعا هنشوف ايه مواصفات البلاد سبلاي والنيرف سبلاي ثالث طبقه تحت دوان حاجة اسمها أبونورش الأبونيوروزس الأبونيروزس الأبونيروزس ضعبارة عن ايه حنشوف دلوقتي أبارة عن انتيرile والأبونيروزس دوا. وبوستيرو اللي فيه حاجة اسمها الاكسيبتاليس دي عضلة واحدة اسمها اكسيبتو فرانتاليس وبيمسكها التوبيلز اللي هي الجزئين بتاع العضلة بيمسكها ابونيوروزيس اللي هو بيمثل الثيرد لير اوف دي سكالب وبسميها جاليا ابونيوروتيكا. جاليا 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 ابونيوروتيكا. طيب اه طيب ايه الميزة بقى اني عندي التلاتة ليرز الاولانين اللي احنا ذكرناهم اللي هما الاسكن والكونيكتيف تيشو والابونيوروزيس ده لو حصل فيهم انسيجن الابونيوروزيس ده بيتشد انتيرو الجزء منه بيتشد اه بيكونوا الاسكالب بروبر وبيبقوا اتاتشتو ايتش اوذر ما نقدرش نفصلهم حتى لو شرحناهم بلاقي اللي يرتيب تتفصلهم التلاتة مع بعض كده بيتفصلوا بيتراكتد نقدر نعمل لهم ريتراكشن لوحدهم كده طيب ده لو حصل لسيريشن يعني يتقطع اللي فحصل قطع فيه السكن والتلاتة ليرز الاولانين دول حنلاقي ايه حنلاقي ان الاسيريشن ده مش مش سهل ان هو يتقرب اطرافه من بعضها ما نقدرش نقربه ليه لان الكنتركشن او دي مسل بتفصلهم بتجيب العضلة بتخلي اللاسيريشن ده يوسع اهو زي ما هنشوف كده بصوا دي الاسيريشن هنبص لايه وسع لاني العضلة دي شدت قدام والعضلة اللي ورا دي شدت لورا فخلت الواند جاب في جاب كبيرة وسعت قوي بيكوز بكوز اونتبج هنبص ده قطع دي مش مشكلة بردو باتن الزكير اونتبج ده نيجي للليار اللي تحت دي بقى موجود فيها فابرس تشو موجود فيها فات وكل حاجة بس دي بسميها الانجرس سبيس لانه هو بيعدي فيها الاميشاري فينز والاميشاري فينز دي عبارة عن فيز بتربط بين الصبح وبين الديب فينز او دي انسايد دا سكال احنا عارفين دا البونه فدي اسمها الاميشاري فينز فدي بيمشي فيها بتمشي في الاسبيس دا فاي باس موجود في الاسبيس دا بيتنقل عن طريق الاميشاري فينز دا اللي هي بتعبر ورايحة للمخ وممكن الباس دا يتنقل من برا لجوه اللي موجود في الكنيكتف تشو سبيس اللي هي اللي هي اللير رقم اربعة طبعه يبقى عبور الاميشاري البونز من الخارج الى الخارج الى اخر يرى ايه البرى استيام او هنا هينا بنسميه براكرينيوم ده طبيعي موجود في البون طيب يبقى هذه هي الاسكالب هذه هي الاسكالب لما نيجي بقى نتكلم عن الانيرفيشن انا هركز على حاجات معينة هركز هايلايتن كده عشان هتلاقيه اسامي كتيره في الكتب انا عايزك تحفظ بس حاجات محددة هاسم الاسكالب الباستيرور الباستيرور في كزا نير بس همه اتنين هما الجريتر اوكسيبيتال نيرف والليسر اوكسيبيتال نيرف زي ما احنا شايفين اهو وهم الاثنين طالعين من السيرفايكال سباينال سباينال نيرف نمبر 2 اللي هو سيرفايكال ريجون سي 2 سباينال نيرف الجريتر اوكسيبيتال بيروح عن طريق الباستيرور دورزا譬ات دورزا اليماس ومنها الى الباستيرور HOW دورزا الرات دورزا اليوم وهم الاثنين طالعين من ال百 riders من السباينال نيرف يبدأ يبدأ هو طالع من يعني عكس اللي هو عيكون من الكرانيال نيرف نمبر 5 أول حاجة ودولة من اللي هو من التراجيمنال يبقى ده مصدره الفائل والأوفثالميك ويبقى ديني سوبرتروكليا سوبرأوربيتال ههو زي ما احنا شايفينه هادي الأوفثالميك وهادي السوبرأوربيتال طبعا الأوفثالميك بيدينا حاجة اسمه فرانتال وسوبرأوربيتال بعد كده اللاترال هيبقى فيه مهمين زي كوماتيكو تيمبرال ده صغير وده برانش من المكزيلاري اللي هو من التراجيمنال بردو طيب والأوريكو التمبرال وده بردو من المانديبولار اللي هو من التراجيمنال بردو يبقى اللاترال والأنتيرال سكالب انيرفيت باي ففث كرانيال نيرف والاستيرال من التراجيمنال وهنقول من أكتر وميجر من مع بعيد من الانرى من تراجي من كنتر مين طيب الفاسكولار سبلاي الارتيريا سبلاي مين لي from the external carotid artery branches وجزء من الاسكالب من الانترنال carotid artery branches زي ما احنا شايفين في الصورة الكومن كروتد اهو وده طبعا ده الانترنال كروتد اهو والانترنال كروتد بيدينا برانش كتيره منهم تلاته هيروحوا آآ يغزوا الاسكالب اول واحد هيكون الاكسبيتال الارتري اللي حيمشي لاحية الاكسبيت عشان كده اسمه اكسبيتال وهيطلع فوق يروح لغز الاسكالب وقلنا انهو بيعمل انست موزز في الساكند لير في الساكند لير اوف ده اسكالب اللي هي الكونيكتب تشو لير وبعد كده البوسيور اوريكلر ده الساكند برانش برضو بيغزي الاسكالب من الاسكالب اه من الاسكالب وبعد كده ده بيبقى سيرو تودا اير وبعد كده الانفرانت او ده بسميه سبرفيشال تيمبرال وده one of the it's two or one of the terminal branches of the external carotid artery اه دولة التلاتة دولة حيغزو الاسكالب طيب ده ايه بقى ايه المساهمة بتاعت الانترنال الكاروتد ارتري هنشوف دلوقتي طيب اه اه نمرة اتنين في ال blood supply of vascular supply internal carotid artery ادي الانترنال كاروتد طبعا احنا عارفين الانترنال كاروتد ده لكم اه مش بيدي برانشز في النك وهو بيمشي بس في النك وبعد كده بيدخل السكالب وبعد كده بيدخل برانشز اه احد البرانشز المهمة اللي بيديها الوفثالميك ارتري اللي حيدخل الاربت وبعد كده حيدديك برانشز والترنال برانشز بتاعت البرانشز دي اسمها سوبرا اربطل وسوبرا تروكلير اللي هتعمل انستموز اسمها بقية 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 ال vascular supply of the sky يبقى الوفثالميك ارتري هيبقى منه برانشز هتديك سوبرا اربطل وسوبرا تروكلير اهمة اللي حيغزوا برضو هيتطلعوا فوق على الاسكالب هيعمله اناستموزيز سوبر اوربيتال ان سوبر تروكلين هيعمله اناستموزيز مع البرانشيز اللي هي الاكسيبتال بوستيرو اوريكلور والسوبرفيشل تيمبرال برانشيز في الساكن لير. طبعا احنا هنا اتفاعل انه في ريتش اناستموزيز جمدة جدا. وده ايه يعني ايه اللي هي الكلينيكال بتاعته اللي هي اناستموزيز يعني اناستموزيز يعني اناستموزيز بتاعت الارتريز كلها بقى عاملة اناستموزيز في الساكن لير. وبالتالي اول حاجة ان المكان ده بيبقى في اجزيسف هيت نتيجة البروفيوز اناستموزيز. الحاجة التانية ايه اللي برضو انه ممكن لو واحد اه حصل وند تعور في الاسكالب. هيبقى اه في نازيف كتير في بروفيوز بليدينج. ده نتيجة اه يه ايه للانستموزيز الشديدة اه الكتيره الموجوده في الاسكالب. الاسكالب لسايشنز بليد بروفيوز لياه لicken الكاد فيزيلز كاد فيزيلز بليد فوم بوث انس. ده مكان اللاسيريشن مثلا ده الاصفر ده طب هيبعدوا عن بعض كمان عشان هيشدوا الابونيوروزيس وفي نفس الوقت البليدينج هيبقى من ناحية دي ومن ناحية دي وهيبقى سيفير بليدينج ده الملخص بالصورة دي ده الليرز دي الصورة اللي كلمنا عن الليرز of the scalp اللي هما الخمسة وده الscalp nerves وقلنا انه وراء هيبقى C2 والدام هيبقى الترجمنا اللي هو cranial nerve number 5 واللاترال بتاع الscalp innervation sensory innervation وبالنسبة للblood supply هيبقى الexternal crotid arteries branches posteriorly وsuperly وهيبقى قدام حتى صغيرة من الانternal crotid artery